كده خلصت أخبارنا داخل جدان نادي الأهل هنروح للأخبار المحلية طبعاً الأخبار المحلية برضه يكون في طلعتها كرة اليد وزي ما قلنا لحضراتكم في البداية اليابان وصل النهاردة منتخب اليابان لكرة اليد وصل النهاردة طبعاً منتخب اليابان مش منتخبات القوية ولكن منتخب برضه بيشارك بصفة دايمة أو مستمرة من أسيا ككرة ياد وصلت النهاردة على أحدى طبعاً أنا بس عايز أقف على على الصورة دي زي ما أنتم شايفين طبعاً الحجر الصحي وتعقيم وقاسوا اللعيبة درجات الحرارة شايفين أوتوبيس دا توبيس دا خد اللعيبة من تحت باب الطيارة ودهم على الأوتيل على طول حاجة أو النظام بيتتبعوا المسؤولين أو منظمين حاجة اسمها من الباب للباب يعني هياخدوا اللعيبة من باب الطيارة هتروح على الأوتيل والأوتيل بالمناسبة كابسولة بابل مقفولة خالص حتى الموظفين اللي جوه الأوتيل محدش هيخرج طول فترة إيه إقامة الفرق البوكاسة علم دا رقم 27 هيتلاعب من الفترة من 13 إلى 31 يناير وكان في استقبال النهار دا البعثة من زي ما حضركم شايفين دكتور عشف صبحي وزير الشباب ورياضة الدكتور حسن مصطفى طبعاً رئيس اتحاد الدولي عندك سفير اليابان كان موجود وطبعاً اللي عايز أوصله ليكم أنه طبعاً أنت كفريق بيجاي يلعب أو جاي كاس علم زي دا أن لما تلاقي الحضور أو الاستقبال في الشكل دا أنت الراجل بتحس قدي الدولة دي سيريس جداً أو جد جداً في تنظيم كاس علم وجد جداً في سلامة اللعبين طيب خلينا نقول كمان أنه طبعاً موضوع فيروس كورونا كل الفرق الآن ولكن كان فيه تأكيدات قوية جداً وضامنات قوية جداً جداً من رئيس اللجنة العليا المنظمة طبعاً معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الموضوع يعني لما تلاقي رئيس اللجنة العليا رئيس الوزراء فده بيدي طمأنينة كبيرة جداً للفرق الدنيا ماشى كويس نتمنى إن شاء الله الفرق تبتدي تيجي تباعاً ونبتدي كاس العلم يبتدي احنا متشوئين أن احنا نشوف التنظيم والافتتاح ومتشوئين كمان نشوف منتخب اليد إن شاء الله يفرحنا إزاي يعني احنا نتمنى طبعاً يوصل لمربع هو في التمانية الكبار كده كده الحمد لله آخر بطولة لي ولكن نتمنى إن شاء الله أن يخش المربع وليه لا ما ناخد كاس العلم يعني ليه أحلامنا ما تبقاش كبيرة طيب هنروح لكرة السلة يمكن مواعيد بقى الرجال والسيدات في كرة السلة اتحاد كرة السلة بالقاس الدكتور مجدى بوفريخة حدد يوم ستة وعشرين يناير اللي احنا فيه معاد لمطش كأس السوبر للرجال والسيدات زي ما قلنا إنه طبعاً المطش هيكون ما بين الاتحاد السكنداري والأهل والاتحاد السكنداري طبعاً أو الاتحاد السكنداري والأهل طبعاً الاتحاد السكنداري هو البطل السنة اللي فاتت هيكون دا للرجال السيدات هيبقى الأهل بطل دوري السوبر وهليوبلس بطل الكأس دا بالنسبة للسيدات هالتين هيبقوا فيهم واحد بالمناسبة وكلمة زي ما قلنا متحدد لها يوم تمانية وتأجيز يوم ستة وعشرين ومنافسات الرجال هتستان في مرة تانية بإقامة دورة 32 في البطولة الكأس زي ما قلنا لحضراتكم كأس أو دورة 32 في الكأس هنلعب في دورة 16 وهنلعب يوم 9 يناري اللي جاي إن شاء الله خلينا نروح لخبر مهم كمان سلاسي ريشة طائرة ريشة طائرة الحقيقة من الاتحادات العالمية وتأهلوا للأمبيات بشكل جيد رايحين يشاركوا سلاسي بتاعهم رايحين يشارك في بطولة بطلتين في تايلند طب ليه بطلتين في تايلند؟ لأن البطلتين دول جوه أجندة الاتحاد الدولي وبيدوا سكورة عالي جدا البطولة دي أو بطلتين دول هيدوا سكور كبير جدا للعيبة بتاعتنا والمنتخبات طيب مين اللي رايح؟ هادية حسني ضوحة هانم أدهم حاتم يعني اتنين سيدات ورجل طب ليه؟ لأن زوجة السيدات وحن رحين زوجة البطولة دي زوجة بس زوجة السيدات هيبقى هادية حسني وضوحة هانم الزوجة المختلط هيبقى مين؟ هيبقى أدهم وضوحة أدهم وضوحة هيلعبوا البطلتين بنفس التشكيل دي ثلاث لعبات طيب ليه رايحين بدري؟ البطولة عشان تايلند من الدول اللي بتشترط إسبوعين حجر من عشر تيام لإسبوعين فطبعا هو مش يروح يلعب البطولة عطول فلازم يروح عشر تيام بدري طبعا تايلند حلو أصلا فطبعا هم مش يحسوا بالغربة دي اشتركوا في القناة